بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في آخر النهار كل التحية والتقدير لحضراتكم ولو واحدة ولد من 28 سنة يعني النهاردة عنده 28 سنة عمر دورات انعقاد القمة العربية هيبقى هذا الشاب اللي عمره 28 سنة عاش كل هذه الفترة من عمره دون أن يرى للقمم العربية أي تأثير سوى أنها ساحات للأسف الشديد للكلام وربما لا يوجد أصدق من مصر يعني عبر كل العصور لأن مصر دايما في المواجهة لم يكن يوجد أصدق من مصر في كل هذه القمم العربية نهاردة بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذه القمم وبعد كل هذا العناد ساد العالم العربي لفترة طويلة خاصة في الملف السوري والعراقي واليمني والليبي إلى آخره الآن جميعهم يتحدثون عن لغة سلام وحل سياسي هنرجع إحنا كمصريين نقول طب ما كم الأول يعني أنت ليه ما لجأتش لهذه الحلول السياسية اللي سمعناها من أكتر من رئيس عربي النهاردة في القمة ليه ما لجأت لهاش من الأول ليه أهضرت كل هذه الأموال على تمويل جماعات إرهابية سواء في سوريا سواء في العراق وللأسف في بلدان عربية متورطة في عمليات الإرهاب لكن نتيجة إن إحنا برضو يعني عايزين نحافظ على الحد الأدنى من اللحمة العربية ما بنكلمش كتير في الحاجات دي بس الناس كلها عارفة والصحف العالمية كلها بتكتب في هذا الاتجاه ليه ما ويلت داعش؟ ليه ما ويلت النصرة؟ ليه ما ويلت فتح الشام؟ ليه ما ويلت عناصر إرهابية في ليبيا؟ جماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا؟ ليه ما ويلت كتائبة المقدس في سينة؟ ليه عنيت إنه بشار الأسد نصل معه إلى حل سياسي ينقذ سوريا من اللي حصلت من اللي حصل فيها طول السنين دي عادي فلوس من غير رقابة من غير ما حد بيتابع خالص الشعوب العربية مشغولة بالأكل والشرب والنوم والحاجات دي مصر وحدها تقريباً ملاقى كلها من قبيل الشيفونية لقدر الله لكن بقولها الحقيقة إنها ده الحق إنه مصر وشعب مصر كانوا هما أكتر ناس فاعلين سواء ما قبل الربيع العربي أو ما بعده نهار ده كل الناس بتتكلم على حلول سياسية العهل السعودي خدم الحرمين الشريفين الموقر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز اتكلم حوالين إن القضية الفلسطينية هي محور الملف العربي ياه ده من زمان أوي كان نفسينا نسمع الكلام ده مرة تانية ما كناش بنسمعه دارت دارت على الفاضي يعني كل هذه الدورة من الانفاق المالي المخيف للأسف من بلدان عربية على كل تنظيمات التطرف والإرهاب والمذهبية في العالم العربي الان بنسمع حلو الكلام لكن كالعادة لو احنا سألنا واحد عنده دلوقتي 28 سنة عرفت امتى قمة عربية غير قمة لقاتل خرطوم الشهيرة اللي حضرها رئيس عبد الناصر عرفت امتى على في مدار هذا التاريخ انه قمة عربية اثمرت للأسف شديد ما بتثمرش شيء ليه بقول الكلام ده في يعني ليلة تنعقاد القمة العربية الحقيقة لان احنا احنا شفنا اكتر من مشهد في هذه القمة مش عايزين ننخدع بيه كشعب انا النهاردة الرئيس سيسي كرمز لهذا البلد يؤدي اداءا سياسيا ودبلوماسيا راقيا ورائعا يقابل فلان يقابل علان يقابل يعود مع حدي كلمة حد هو رئيس لو سلطة احنا كشعب ليس من المفترض ابدا ان احنا نرجع نسنت ظهرنا مرة تانية او نطمئن لناس ممكن تدينا ظهرها في اي وقت مش عايز اقول ايه ولا مين انا فرحان جدا بالاداء اللي موجود في القمة لكن في نفس الوقت امنت بالله وامنت انه ما فيش حد هيوقف جنبنا اللي احنا احنا تعبنا واتبهدلنا وطلع عينينا وزاد علينا اسعار بترول والعملة بتاعتنا نهارت ووقعت وتعبت ونزلت وطلعت وكل البلد ازرق ومستثمرين جلنا من الخليج وجلنا من غير الخليج ويدونا وعود ويروحوا ويدونا وعود ويمشوا الى اخره كل الكلام ده بصراحة في تقديري مش لازم ابدا يكل معنا كمصريين يعني لاعيش ولا ملح احنا شوفنا بعينينا في عز ما الاجواء بتبقى كويسة مع اي بلد عربي بتيجي هذا البلد العربي لظرف يخص مصالحها الخاصة وتسيبنا احنا خلاص علينا ان نتعلم الدرس نمد ادينا لأي بلد عربي شقيق اهلا وسهلا حب في قلوبنا للشعوب يعني حدث ولا حرك احنا بنحب كل شعوب العالم العربي على المستوى الشعبي بنحب كل الشعوب بنحب السعوديين جدا وبنحب السعودية وبنحب ارض الحرمين بنحب الامارات وبنحب شعب الامارات بنحب حتى شعب قطر بنحب شعب الكويت طبعا الحقيقة شعب الكويت وشعب الامارات حكومة وشعب وقيادات لانهم الحقيقة نستول الوقت خط مستقيم في الدعم العالم العربي اما ان احنا نبني احلام او اوهام او نراهن مرة اخرى او ندخل في حساباتنا انه فلان بيه وعلان باشا والسلطان هانم وسلطان هانم هيوقفوا جنبنا لا لا تقديري ان احنا لازم ناخد بالنا احنا هنحب جدا انه علاقاتنا ترجع طيبة مع اي من اشقائنا العرب ايما كانوا شرقا او غربا لكن في نفس الوقت نرجو ان احنا ناخد الدرس الكبير اللي تعلمناه الفترة اللي فاتت انه فيه ناس لما بتكون مصالحها مش معانا او احنا مواقفنا المستقلة ضد مصالحها ما بيقفوش جنبنا يا usando بيت